السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم بسهل وسريع يارب تكونوا بخير وبالصحة والسلامة. النهار ده الفكرة جميلة جدا جدا وسهلة كمان وبخطوتين بس. اه ركزوا في الخطوات كويس قوي. اه حاجة جميلة جدا وعملية جدا جدا. كلنا نحتاجه صنية قديمة. اه دي كانت بتاعت ماما من زمان قوي فاخدتها علشان اجددها. دي تقريبا يعني انا مش فاهمة نوعها ايه بالزبط. بس هي شبه الميلامين شوية. انا كل اللي هعمله ان انا هجيب دهان اه ارتكس فاكين. لكي يعني. وهو اللي كي بيكون ابيض. وبحط عليه لون ازرق. حسب بقى الدرجة اه اللي بحتاجها. اه كل اول ما وصل للدرجة اللي انا احتاجتها خلاص مش بزود لون تاني. واسفنجة كده صغيرة وببتدي ان انا اخد اللون وادهم بطريقة الطبطبة. الاسفنجة دي انا عاملاها مخصوص اه للشغل بتاعي اشتغل بيها يعني. ويحط فيها خلة كده علشان تكون سهلة معي. بعمل بطريقة الطبطبة ما ينفعش ان انا اشد الديهان. علشان ما يعملش خطوط في الاخر ويظهر في شكل الديهان. علشان ما يعملش خطوط في الديهان. وانا بدهن هدهن الاطراف داية الصينية بس مش هدهنها من النص خالص. في الاخر هقول لكم ليه? هدهن بس الاطراف والدهر كامل. الصينية دي مش قادرة اقول لكم هنستخدمها في اكتر من حاجة. لها افكار كثير جدا عندي. هقول لكم عليها في الاخر هنستخدمها في كل حاجة. اشتركوا في القناة انا كده خلصت الجزء اللي فوق خالص هستبعها بقى تنشف تماما وبعد كده هقلبها. وابتدي ادهن الضهر بتاعه. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. الديهان لان في بنات كتير جدا بتسألني ازاي بدهم من غير فرشة وازاي بيطلع الديهان في الاخر السطح املس خالص مش بحتاج ان انا صنفره فعلشان كده حبيت اوضح لكم الخطوة دي كويس جدا علشان تشوفوها كويس وبتنفذوها بالزبط اشتركوا في القناة بعد ما نشفت تماما من الامام ومن تحت هبتدي ان انا اديها طبقة حماية مش اكتر علشان لو نزل عليها اي مية ما تتأثرش خالص لو حبينا نستخدمها ونغسلها عادي مش هتتأثر بالمية خالص فاستخدمت ورنيش مائي من عند الموان طبعا وبعمله بنفس طريقة الطبطبة بالزبط كده بدهنه من فوق ومن تحت اي مكان حطيت عليه ديهان بحط له طبقة من الورنيش للحماية بس آآ كده كده لكيه ما شاء الله مدي لمعة حلوة جدا فمش محتاجة اي لمعة آآ فبستخدمه بس للحماية من المية ودي حاجة بنستخدمها دايما في الديكوباج انا مش بسيب اي مكان خالص وكل الابيض ده كله آآ بعد ما ينشف مش بيبقى باين خالص بيبقى شفاف فما تقلقوش من الشكل ده بصوا رح تماما بصوا من دي لمعة برضو كمان تزود اللمعة بتاعتها والابيض ملهوش اي اثر خالص شكلها بجد تحفة جبت بقى سيليكون آآ من عند الموان وابتديت احط الجزء اللي تحت من الصينية وقصيت مراية نفس المقاس بالزبط مقاس الصينية بتاعتي آآ وببتدي ان انا ثبتها كده علشان تثبت في السيليكون كويس انا كده بعمل صينية مراية آآ متعددة الاستخدام هقول لكم في الاخر وهي كمان هوريكم انا عملت بيها ايه آآ ودي كوراتها ايه بنستخدمها في ايه انا هبتدي ازين الاطراف انا زي انتهى بحبل ده حبل غسيل على فكرة بس لونه بيج فهلفه بس كده حوالين الصينية هيديها شكل حلو تكون خلصت معانا آآ سيمبل جدا آآ عملناها بخطوتين يعتبر بس تثبيت الازاز وان احنا ديناها طبقة طبقة من الديهان آآ شكلها رقيقة قوي قوي دي طريقة دي واحدة من الطرق اللي انا استخدمتها فيهم آآ ودي كسات انا اللي عاملاها بنفسي هسيب لكم الروبط تاعة الفيديو في الديسكريبشن تحت هنقدم فيها عصير عادي جدا في كسات مفيش مشكلة هتبقى حلوة جدا وشيك وحجمها كمان كويس جدا لتقديم آآ العصير للديوف يلا نشوف الشكلة البعض كده ممكن نستخدمها كديكور على التسريحة ان احنا نحط عليها البرفن آآ 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 الفورش بتاعتنا اي حاجة هتبقى حلوة جدا عليها وشكلها شيك على فكرة ولطيفة جدا والاكسيسوريز برضو هتنفع جدا عليها احنا كمان ممكن نوقفها ونستخدمها كاميرية ممكن نعمل لها عليقة ونعلقها اه في اي مكان كأنها مريع عادية جدا وليها برواز هنا بقى لو هقدمها بالطريقة التركي هحطها على ترابيزة السفرة مسلا او على ترابيزة الانتري هحط عليها حاجات تركي ديكورات تركي كل الديكورات دي انا اللي عاملها بنفسي هسيب لكم الرابط تاعي في صندوق الوصف تحت ده ديكور من الكارتون وده ديكور من علبة حليب الاطفال ودي من الخيط الخيش الرفية ديكور هتبقى سيمبل جدا وهي غير تقليدية شكل عشيك قوي بتمنى تشجعوني بلايك ويكومنت برأيكم وكمان اقتراحتكم في الفترة اللي جاية ان شاء الله ونسبت بقى رمضان قرب فحبيت ان انا اعملكم كديكور رمضاني ان انا هنحط عليها اطباق ديكوباج بقماش الخيامية دي انا عاملها برضو بنفسي هسيب لكم الرابط تاعها تحت في الديسكريبشن وكمان ده طقم كامل انا عاملاه والمفارش دي يعني بنقص بس المفرش وبنخيطه على شكل مستطيل بيبقى حلو جدا وشكله شيك كل الحاجات دي بتا بتدي بهجة حلوة جدا لرمضان وبتحسسنا بالجو رمضاني الجميل جدا بتمنى كن قدمت لكم جزء من الافكار الجميلة اللي تقدروا تستفيدوا بيها وبتمنى كمان تحطوا لايك لو لسه ما حطتوش لايك وتشتركوا في القناة لو انت قال مرة تشوفوني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة